من الأسباب التي تجعل طائر البادجي القيام بإخراج وإفراغ البذور من المأكلة والدخول إليه السبب الأول وهو التوتر أو أن الطائر ما زال فرخ أي صغيرا في السن وهو فقط يريد أن يكتسب الخبرة وبه القليل من الرغبة في معرفة الأشياء ويحاول له أو اللعب السبب الثاني إن كان الطائر كبيرا وهو محاولة ذهابه عند طيور أخرى أو الهروب من القفص في هذه الحالة الأنثى تريد الذهاب للطيور المجاورة لها لأنها وحدها في قفص صغير والطيور الأخرى في قفص كبير ومجتمع فبذلك تظن أنها إذا قامت بإفراغ البذور من المأكلة سوف تستطيع الذهاب إليه وفي حالة أخرى نادرة رغبته في اختيار بذور منوعة لكن ليس في هذه الحالة فبذلك سوف يقوم فقط بإخراج البذور بثامه ولا يدخلوا لداخل المأكلة موسيقى شكرا